هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جلسة مباحثات موسع اليوم مع نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين وخلال اللقاء أكد مدبولي أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة وهناك مجالة كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى حرص مصر على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر وكذلك زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين من جانبه أثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين مؤكد أنه سيكون له أثر ملموس على زيادة وتشجيع استثمارات القطرية في مصر كما رحب بمجالة التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي والمناطق الحرة والفنادق والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة مضيفا أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين في الربع الثاني من العام الجاري فرصة جيدة لاستكشاف مزيدا من المجالات التعاون الثنائي بين مجتمع الأعمال في البلدين ترجمة نانسي قنقر